مرحبا ترامل صف الرابع الابتداء يشعركم شخباركم يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة درسنا لهذا اليوم الكنج الثمين صفحة 68 الكنج الثمين كان لفلاحن ثلاثة أبناء كان لفلاحن ثلاثة أبناء هاجروا إلى المدينة بحثا عن العمل والربح الكثير كما كانوا يظنون مرض الفلاح وخاف أن يهمل أبناءه الأرض بعد وفاته فجمعهم وأوصاهم قائلا لقد تركت لكم في هذه الأرض كمزا ثمينا فابحثوا عنهم وبعد أيام توفي الفلاح فأقبل أبناءهم على أرضهم يقلبونها شبرا شبرا لكنهم لم يجدوا شيئا فجلسوا يفكرون في وصية أبيهم قال أصغرهم لعل أبانا كان يهذي من الحمى فرد عليه أكبرهم لا أظن ذلك إنه كان يقصد شيئا فقال أوسطهم هيا نزرع الأرض ما دمنا قد قلبناها ما دمنا قد قلبنا تربتها زرع الأخوة ثلاثة الأرض أمحا وشعيرا واعتنوا بالزرع حتى نضجت سنابله فحصدوها وباعوا المحصول بنقود كثيرة فعرفوا أن أباهم أراد أن يحثهم عن العمل وأن يعرفوا أن الأرض هي كنز الثمين إذ وجدت فيه إذ وجدت من يخدمها ويحتني بها فعاشوا فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيرة فعاشوا ينعمون بخيراتها الوفيرة كنز الثمين المال كثير كذهب هاجروا سافروا بحثا عن العمل لكتفتيش عن العمل يحمل لا يحتني بحثهم يدفعهم ينعمون بخيراتهم الوفيرة يستعدون بخيرات الأرض الكثيرة يستعدون بخيرات الأرض الكثيرة هنا حوار لماذا هاجروا الأبناء للمدينة بحثا عن العمل من وصية اتقالها لأبناء تركت لكم كنزا في أرض متى أفكر الأخو في زراعة الأرض بعد أن قلبوا الأرض شبرا شبرا من حوار الذي دار بينهما قال الأصغر لعل أبانا يهدي من الحمى قال الأوساط نزرعها ما دمنا قلبنا الأرض فعرفوا أن أباهم يقصد أن الكنز هو الأرض ينفسها عندما متى فهم الأبناء قصد أبيهم من النصح عندما حصدوا المحصول وحصلوا على أموال كثيرة لماذا سمت الأرض بالكنز الثميل لأنها تطرح خيرات كثيرة خالد ذهب إلى المدرسة وأهله ذهب إلى المزرعة الفلاح يسكن في القرية وأبناءه يسكنون وأبناءه يذهبون إلى المدينة طالق رجع إلى البيت والأبناء يحرثون الأرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر